لحتى نتمكن من العودة لنهش حياتنا اليومية نتصافح، نلمس ونعانق بعضنا البعض بيتوجب علينا كلنا في الوقت الراهن إنه نحذر ونلتزم تعليمات وزارة الصحة لجددكم وجددكم اللي بتحبوهن أكثر إشي في العالم ديروا بالكو عليهم وأطلبوا منهم يقعدوا في بيوتهم علشان هن وعلشاننا فيروس الكورونا بيشكل خطر كبير علينا كلنا لهيك مهم الحذر والتزام المنزل لنتخطى هالخطر سوا لنتحلى بالصبر كمقولة جبران خليل جبران البعض نحبهم ولكن لا نقترب منهم فهم في البعدي أحلى وهم في البعدي أرقى وهم في البعدي أغلى رح نشتاق كثير عملياً إحنا كثير مشتاقين للقاعدي وللقصص للحب والحنان اللي ملاقي هونش غير في دار جدنا وجدتنا لهيك مش سهل علينا كلنا وأكيد رح نكون أقوى فرح ندير بالنا عليكو مثل ما علمتونا عن قريب رح نرجع نشرب القهوة عنكو الصبح ورح نرجع نوكل من أكلاتك يا ستي ونسمع قصصك يا جدي ونسهر سوا إحنا أقوى لمزيد من المعلومات زوروا موقع الطوارئ الوطني info.orf.org.il أو اتصلوا على الرقم 104 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة